موسيقى طيب الأسبوع اللي فات رحلت عن هذه الدنيا وهذا العالم واحدة من أهم وأفضل وأقوى مزيعات لو صح التعبير يعني مصر والعالم العربي أستاذ فايزة واصف الله يرحمه أهو قدام حضراتكم طيب أستاذ فايزة واحدة من الجيل بتاعنا يعني الجيل بتاعي لهم بتوع أوائل السبعينات مش النصف التاني كمان وإن كان النصف التاني طبعا نتذكرها كويس بس ولاد السبعينات دول عارفين برنامج حياتي كويس جدا والتركيبة بتاعة هذا البرنامج أستاذ فايزة واصف رحمة الله عليها مشوار عظيم كمزيعة وكاتبة ولو صح التعبير مرممة للعلاقات الإنسانية وسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في إنقاذ بيوت مصرية بل وأيضا قد يكون عربية من التفكك الأسري خلوني أرحب بضفنا وصديقنا العزيز الناقض والكاتب أستاذ أحمد سعد الدين منورنا نورك إزاي الحال الحمد لله كله تمام بقى أنا سألتك وإحنا قبل ما نبدأ الفقرة قلت لك قبلت أستاذة فايزة قلت لي أختي صديقة بنتها طبعا طبعا فكان فيه حتى ولو عدم اللقاء المباشر فانت عارف الأستاذة فايزة المبدعة طبعا وكلمة مبدع حط تحتها ألف خط ليه فايزة واصف مع حفظ الألقاب من الرعيل التاني في التلفزيون يعني هي كانت بعد فترة كده من همة مصطفى زينب الحكيم المجموعة دي طبعا دخلت تقريبا التلفزيون 63-64 في هذا الوقت التلفزيون كان ليه رسالة واللي بيدخل بيندمج في هذا في مجموعة التروس اللي هو إزاي تقدم رسالة فيها تسقيف توعية خدمات التلاتة المسلس ده قائم كده لو مسكنا برنامج زي حياتي اللي قدمته أستاذ فايزة هنلاقي أن انت بتتكلم في إيه الجمهور عايز إيه ما كانش ساعتها اللي عندنا انترنت ولا حتى التلفونات كانت ضعيفة جدا في الوقت ده ممكن كن في السارع كله في تلفونا وإيه عشان تكلم إسكندرية بتكلم السنترال يحجزوك المكلة إيه هي المشكلة والله واحد اتنين ثلاثة طيب قبل ما تكلم عن مشكلة تعالنا نرجع بقى أستاذ فايزة هي خريجة علم اجتماع وعلم نفس ودرست كمان إيه في النوم المسرحية في النوم المسرحية انت بتدرس النقد والسيناريو صح فلما بيجي لك المشكلة ما بتقولهاش والله أنا عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى نعمل إيه ده كده شكل مباشر ولكن عشان تهم كل الناس أن أعملها حلقة درامية تمثيلية وده اللي احنا كنا بنقعد نتفرج عليه وانتبع نتفرج ومشدودين كان البرنامج بيجي يوم الجمعة لما افتكر ساعة ساعة ثمانية حاجة كده اللي هو خلاص انت عارف أن التمثيلية هتبتدي فيها مشكلة معينة بالدور حوالين مشكلة معينة ثم بعد هذه التمثيلية ما تخلص أستاذ فايزة بتظهر معاها أحد أضلاع الحلول طبيب محامي أيا كان بقى إيه هي المشكلة بعدين كان دايما الجملة الشهيرة المشكلة دي وصلت لنا من الأستاذة سين صادقين يعني لازم إيه أول الحروب للحفاظ على خصوصية للحفاظ على الخصوصية تيجي واحدة عندها مشكلة مثلا وجايبه محامي بتتكلم هي طرحت هنا الطرح على طريق التمثيل لأن مش كل اللي بتفرج عليها يعرف هيئر أو يكتب أو يستوعب الكلام اللي ممكن يتقال يدور ما بينها وما بين الضيف بالضبط لأن في ساعات ممكن يكون كلام قوي لكن الحالة التمثيلية تصل إلى كل الناس حتى في القرى والنجوع طبعا ييجي بعد ما تخلص ييجي بقى للايه للضيف تنقشوا منقشات قوية هي محضرة بتسأل في بعض النقاط وإيه السؤال لازم ليه إجابة والشكل الآخر وممكن مضاعفات هذه الإجابة إيه وممكن تنتهي الحلقة قبل النهاية بلحظات تلاقي إيه الضيف ده يقولك ماشي والله صاحبة المشكلة أو صاحبة المشكلة ممكن يجي للمكتب وأنا متطوع أيوة إن أنا حلها له سواء كان محامي سواء كان دكتور سواء كان مهندس الله أعلم يعني أين كان حسب نوعية المشكلة فتلاقي أستاذة فايزة بتقول إيه وإحنا بنناشط صاحبة المشكلة تيجي للدكتور فلان أو المهندس فلان أو أين كان وتقوله بس إيه إن هي صاحبة المشكلة اللي هي سين صادقي حلو هذا الموضوع قعد أكتر من يعني إحنا بنتكلم مثلا على الأقل كده 25 سنة 25 سنة اللي النهاردة لما بتتفرج وتقول ياه كانوا بعملوا إيه لا ده كانت وسيلة الاتصال الأكبر والأكثر انتشارا كان عندك القناة الأولى والقناة التانية فقط لا غير بس من السبعينات حتى منتصف التمانينات صحيح يعني أفتكر بعد كده ظهرت القناة التالت في منتصف التمانينات ثم في التسعينات ظهرت القنوات الإقليمية لكن كان القناة الأولى والتانية هم دول الأساس هنا كان الموزيع لابد أن يكون مثقف عنده هقولك عنده علم مش متبحر ولكن في اتجاهات مختلفة ليه؟ لأن هي لما بيجيلها مشكلة فيها جوانب كتير مش كل الجوانب أنا ما خلقش إنسان كامل إلا الأنبياء فهنا هي تلجأ لإيه؟ للمتخصص بس في نفس الوقت هي بتعرف تعد إزاي الأسئلة على لسان السائل وهو ده بقى كان الموضوع الخدمي الكبير جدا جدا ولا كان بيهم الناس ويمس الناس هذا البرنامج كان سابق عصره بمراحل على الأقل بـ 20-30 سنة مذهل لأن النهاردة لو جبت حلقة من هذا البرنامج وشغلتها دلوقتي هتلاقي بتخطب الزمن الحادي وإحنا بنكلف السبعينات اللي مر عليها 50 سنة يبقى هنا بنرجع الفضل لأصحابه صاحبة الفكرة وكمان النقطة المهمة سيدة فايزة وأصف أنت ما كنتش بتشوفها ببرامج تانية صح؟ هي برنامجها برنامجها ده فقط يعني هي ما كانتش موزيعة ربط ما كانتش موزيعة برامج أخرى هذا البرنامج كان مشروع ولما أنت بتبقى صاحب مشروع دايماً بتطور فيه وتخدم عليه من مرة للتانية عشان كده كان البرنامج بيتطور مرة مع التانية انتشاره كبير ما كانش حكاية القاهرة بس لا كمان المحافظات كان بيجي لها جوابات منين؟ من كل مكان من أنحاء الجمهورية ده يرجع بقى لأستاذة فايزة نفسها وهي قاعدة كده مالية مكانها صحيح لتتكلم أولاً ما كانتش كانت إيه يعني ما تكبرش معها الضيف بتاعها لأن هي عارفة كويس جداً هي جايبة واحد هو ده المتخصص في هذا المجال واللي عنده أكتر فهي تسأل السؤال قصير جداً وتترك الإجابة أنا شفت الفنان محمد وفي الله يرحمه كان نجم التليزيون الأول طبعاً طبعاً الله يرحمه يا رب آه الله يرحمه طبعاً دينا عبدالله وإناس عبدالله طبعاً والمجموعة دي كل طبعاً كل المجموعة اللي احنا بنقول نجوم كانوا بيمثلوا فيه هذه التمثليات كتير ده كل نجوم مصر طالعه فعناصر الجذب عندك برغم الإمكانيات الضعيفة يعني هتلاقي التصوير كان لسه على الدوق اللي مش عارف اللوكيشن عامل إزاي احنا بنتكلم برضو خمسين سنفات بس كان والله فعلاً كان حلو وجذاب وممتع يعني تجد أنه عانينا من فترة القطاع طويلة جداً لمسألة التوعية عن طريق التمثيل والدراما وبعدين لسه حتى الله كنت في أول حلقة بتكلم أنه بعد كده احنا رجعنا لها يعني بشوف الناس مثلاً واحدة بنشتغل على حاجة متعلقة عايزين نعمل توعية فيما هو متعلقة بالعاصمة الإدارية فتعامل حاجة لطيفة جداً وفيلم لطيف قصير جداً جداً لكن بيكلمك عن العاصمة بمنطق تمثيلي وطلبة جامعة واستاذ الجامعة والمهندس اللي في الموقع مش عارف أحاديث بتتم مبين أفراد موجودين جوه عربية المترو بيتكلموا عن اللي بيحصل في مصر فاحنا رجعنا لها تاني أحوضوا فكروا احنا سبنا الكلام ده سنين طويلة احنا سبناه لأن ده كان غلط لسبب بسيط المشكلة الأساسية احنا ما بقناش نقرأ من فترة طويلة فأصبح الثقافة اللي عندنا مش ثقافة سامعية بس ثقافة نظرية اه لازم تشوف بلازم أشوف انت هتلاقي ان انت حافز مسلسلات ومصرحيات وأفلام من عشرين تلاتين سنة لكن الكتب نفسها كتب سنوية عامة اللي انت كنت تكلم عليها ما انتش فكر منها أي حاجة أغلب الناس على فكرة بمناسبة سنوية عامة أنا فاكر في سنة تلاتة وتسعين كان فيه قصة مقررة على سنوية عامة اتعملت مصرحية وزارة الثقافة عملتها وكان بيمثل فيها صبري عبد المنعم ومثل فيها محمد متولي وكانت أستاذة أمينة رز وعملوا المصرحية دي والطلبة راحت بشكل غير طبيعي على المصرح وانا شفتها انا فاكر ان انا شفتها اسهل هنا انت خلاص اخدت ايه يعني الساعتين بتوع المصرحية دخلوا دماغ الطالب احسن ما قاعد يمسك الكتاب طول السنة او ده بعده يعني هتقرأ الرواية او لازم ده جنب ده وهتشوف المصرحية المعلومة هتبقى اكتر ثبات ان احنا كنا واحنا صغيرين اه يمكن مشاهدين برنامج انا كنت بحب جدا المصرح الانجليزي كنا بناخده في المدرسة وتحديدا ويليام شيكسبير بس لازم ناخد ويليم كل سنة عندنا مصرحية فكانت ماما تروح تجيب لنا المصرحية مثلا مكباث على شريط فيديو علشان نتفرج عليها وتبقى هي المصرحية الاصلية دون اي لخطة فيها تدخلات ولا تدخلات ولا تغيير ولا تنقيح ولا تطوير وبنفس اللغة الاولد انجليش او الانجليزي القديم علشان يساعدني في قرية المصرحية وبعدين كانت تقعد تقول لنا انا وختي هتتفرجوا عليها اه بس ده مش معنا انتم مش هتذكروها لازم تذكرها بس هتلاقي نفسك سبعين في المية من اللي في الكتاب انت عديته وحفظته هو ده الاساس هنا ما كانت تقوم به استاذة فايزة واصف وكان كمان يعني انا فاكر حلقة من الحلقات واحنا صغيرين بس انا فاكر يعني ان واحد كان باعت مشكلة مشكلة دي كانت نفسية ليه؟ اتجوز واحدة وبعدين لقاها بتاخد منه فلوس وهو مش شايف بتديها الامة فبقولك الشك دخل اعمل ايه؟ ومش عارف هي بتاخد الفلوس تعمل بيها ايه؟ اه هي والشك لأ وعرف ان الامة اه خلاص بس الشك دخل ايه ضمنني؟ طب اعالج الشك ده ازاي؟ في فترة بداية التمانينات كلمة دكتور نفساني كانت صعبة اه كانت مخيفة للناس عكس دلوقتي كلمة دكتور نفساني فكرة لو حب الاستاذ اللي هو صاحب المشكلة يجي لنا يجي والفترة بتاعت علاجه مجانية كان بيه بيحصل جزء من التبادل شوف بعض النظر موضوع بقى انا بجيب دكتور مثلا عشان الدكتور ده هيطلع في التلفزيون هاي تشهر طبعا طب انا بدل ما دفعه الاعلان انا بجيبه يحل مشكلة طب هتخد بالك ده هم كانوا قناتين بالزفر فاللي طلع على التلفزيون العالم شاف مصر شافته لكن هي كانت بتتعامل مع البرنامج بشكل ان هم مشروع كلمة مشروع انت مشروعك بتحب تنجحه تكبره وتتبحر فيه وده نابع من الثقافة اللي كانت علامة طبعا انا قل الله يا حبيب ان انا افكر معك بصوت عالي ايه السر اللي وراء استاذ فايزة وصف وجيلها والجيل الاكبر ان هم كانوا عندهم شغف واخلاص وامان بل ان هم كانوا غارقين في حب مهنهم يعني هتلاقي ده في التمثيل وهتلاقي ده في مثلا في مهنة زي مهنة استاذ فايزة او مهنتنا مزعين الكتاب بتوقع هذه هي الاجيال نفس القصة ايه السر وراء هذا الاخلاص المطلق الايمان بما تفعل حاجة بسيطة جدا استاذ فايزة وصف يمكن استاذة سلمة الشماع طبعا صديقة عزيزة بالنسبالي طبعا بسألها مرة بقول لها يعني انت نجحتي في مجالك مش هديكيش مجال التمثيل يعني ان انت تطلعي في دور قالت لنا اطلعت مرة كموزيعة لكن التمثيل كتمثيل ما كانش في دماغي انا في دماغي ازاي وانا دخل ما سبيره ده ازاي اكبر وانا في مجالي فازاي اشتغل على نفسي وكل يوم تطوير والتطوير هنا كان جاي من الثقافة القراءة الكتير ازاي انت هتعد قدام كم من الادباء تناقشهم ازاي فنانين تناقشهم ازاي وهكذا هذا الجيل كان فيه سيدة فايزة واصف طبعا جيل كبير جدا جيل عظيم بصمع ولكن جيل عظيم كان مؤمن بالهو بعمله قوي عشان كده عاش وهيعيش 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 دول كانوا مدارس زميلي وصديقي وظيفي العزيز النقد والكاتب سيدة احمد سعد الدين نورت وشرفت ومبقى مبسوط اصلي لما بشوفك قوي وانا والله جيت عشان انا مبسوط فعلا ربنا يخليك وشكرا جدا انك انت نورتنا وفي حديث عن وحدة من اهم قامات هذا النبدا الاستاذة فايزة واصف استأذنك في جملة واحدة ارجوك من هوان ما سبيره قوي حلوة هوان ما سبيره جدا 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 على كل استأذنكم هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل مع شخصية لافتة الى ابعد الحدود طيب باحث مصري مسيح الديانة خلاص كده انا ما بحبش التصنيف الديني ولا الطائفي تحت اي ظرف لكن لان المسألة كانت لافتة هو حصوله على دبلومة الفقه الاسلامي المقارن من كلية الحقوق جمعة اسيوت شيء لافت جدا ضفنا العزيز الاستاذ جورج ابراهيم الباحث بكلية الحقوق جمعة اسيوت استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة